ينضم إلينا من بغداد مصطفى القطان مراسل الغد مصطفى يعني أبعاد هذا التعاون بين ألمانيا والعراق سينار بالتأكيد العراق يبحث عن توطيد علاقاته بمختلف دول العالم خصوصا في الاتحاد الأوروبي ألمانيا إحدى هذه الدول المهمة بشكل كبير خصوصا على مستوى الطاقة والاقتصاد وربما هذا كان هو محور زيارة سيد رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني إلى برلين وكذلك لقائه بالرئيس الألماني تمركزت وتمحورت اللقاءات وكذلك المباحثات بين الجانبين على محوري الطاقة والاقتصاد العراق يسعى بشكل كبير لأن يستفاد من الخبرة الألمانية في مجال توليد الطاقة الكهربائية وخصوصا شركة سمنزا التي سعت لسنوات طويلة بأن يكون لها عقود لتطوير قطاع الكهرباء في العراق لكن كما ذكر رئيس الوزراء العراق محمد الشاع السوداني في لقاء متلفز مع أحد القنوات الألمانية بأن الفساد وكذلك غياب التخصصات المالية لذلك كان عائقا كبيرا لتحقيق هذه النقطة على وجه التحديد والآن العراق طبعا وقع مذكر التفاهم مع شركة سمنز من أجل طرح الكثير من المشاريع للدراسة وبالتالي ستكون هناك ربما توقع لهذه العقود بين وزارة الكهربائية العراقية وكذلك سمنز في العاصمة العراقية بغداد وتلك طبعا العقود إذا ما تم الاتفاق عليها سوف تختص بالإنتاج والتوزيع فيما يخص الطاقة الكهربائية العراق أيضا من جانبه لديه الغاز الطبيعي والغاز المصاحب الذي يحرق بشكل مستمر في العراق وتقدر خسائر العراق بسبب حرق الغاز الطبيعي المصاحب لعملية استخراج النفط سنويا ب2 مليار دولار وبالتالي العراق يسعى لأن يستفيد من هذا الغاز المصاحب بطريقتنا وبأخرى وبالتالي يأتي هنا دور الشركات الألمانية التي هي أيضا في حاجة ماسة للغاز الطبيعي والاستيراده من جانب العراق وبالتالي هذه هي كانت أرضية اللقاءات بين الجانبين والتي من المتوقع أن تكون انطلاق لتعاون اقتصادي مشترك بين كل من ألمانيا والعراق إذن مصطفى يعني لن يقتصر الأمر فقط على استيراد الغاز ولكن أيضا وضع الخبرة الألمانية في معالجة هذا الملف من الغاز المحروق أمام الجانب العراقي للمساعدة في استخراج الغاز أليس كذلك؟ بالتأكيد باعتبار أن العراق الذي يستورد الغاز الطبيعي باعتبار أنه بحاجة ماسة لهذا الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية لأن مولدات الطاقة الكهربائية في العراق تعمل على الغاز وبالتالي العراق يستورد الغاز من إيران بشكل مستمر إذا ما تمكن من إنتاج غازه بنفسه سوف يستثمره في الاستخدام الداخلي أو تصديره إلى الخارج على أقل تقدير باعتبار أنه هناك طلبا عالميا كبيرا ومتزايدا على الغاز الطبيعي الذي يقوم لعراق بحرقه بشكل مستمر وطيلة أيام السنة ويكبد العراق خسائر كبيرة على مستوى طبعا الاقتصاد وأيضا ضياء فرصة استثمار هذا الغاز المهم بشكل كبير للطاقة استفى القطان مراسل الغد من بغداد شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر